السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وقتاً صحة اولاً الدعاء لأهلنا في جميع بقاع العالم العربي والاسلامي اللهم احقن دماغهم والهمهم النصر والصبر من عندك يا الله نهاية الديربي تفوق لمانشستر سيتي بسلاسية مقابل هدف وحيد بالنسبة لليونيتد في المباراة انت عارف كويس ان التفاصيل الصغيرة فيها بتفرق وممكن تؤدي الى حاجات كبيرة في النهاية مباراة ما تقدرش تقول ان مفيش حد في اليونيتد ما اخطأش الجميع اخطأ سواء لاعبين او مدرب وحتى التحكيم في هذه المباراة اخطأ ايضاً وكان له دوره في هذه المباراة المباراة اللي تسيدها السيتي من البداية للنهاية ولكن لازم تقول مين اخطأ اكتر من مين مين اللي يقع عليه العاطق الاكبر في تحمل هذه الخسارة ولو جي ترتبهم اعتقد ان التحكيم واللاعب بيتحملوا عاطق اكبر مما يتحملوا ايرك تنهاج في هذه المباراة لان انت لما تيجي تبص من البداية تلاقي ان في شكل بالنسبة لليونيتد انت بتلعب به شكل اللي هو بلعب باللوب لوك وبتراجع مع تطور هجمة فريق السيتي بقرب المساحات ما بين الخطوط بتاعتي وبحاول ان انا ابقى كومباكت عشان ما يبقاش فيه اي مساحة يستلم فيها فريق السيتي او يستغل لها فريق السيتي وانت واهم لو فاكر ان انت ممكن تلعب اصاب السيتي بحالتك دي وبلعبتك دي تلعب جيم الند بالند او حتى جيم مفتوح اصاب فريق السيتي وتكلمنا قبل المباراة وقلنا ان نقطة ضعف السيتي حاليا هي المساحات اللي بيسيبها في الخلف والكرات الطويلة والاعتماد على المحطة وده قد كان ودل من خلاله وقدرتك جيب الهدف الاول وكان لك فرصتين كمان وراهم ولكن مقدرش يتعامل معاهم براشفورد بالشكل الكويس برضو هما كليهم الفرص لكن تيجي لاول نقطة تعقيبية بالنسبة لي في الحالة الدفاعية بالنسبة لليونيتد انت كنت ممكن تبص وتشوف ان فيه لعيبة كتير بالنسبة لليونيتد وكأنها اقماع كده موجودة اللي هو عارف لما بتروح مثلا ايه تتدرب عن رخصة في المرور بحطو لك اقماع ويقول لك عد بالعربية ما بينهم او بالضبط اي اقماع ما لهمش اي دور دفاعي غير ان احنا بنتواجد في الخلف بس ومتراجعين وخلاص وكل فكره عن الموضوع ان هو كل ما انا هكون مقرب من زميلي ده هيعمل صعوبة على الفريق اللقصادي الفريق اللقصادك يا حبيبي بيلعب بصات ريزكي انت ما عندكش حد في الليونيتد بيلعب البصات الريزكي او البصات الخطرة التقدمية اللهم الا مرتينيز المصاد بس مفيش حد بيعمل الحكاية دي وقنانا ببعض الاحيان وبيخاف يعملها وتتقطع وتترد عليه بأهداف وده قد كان يعني المهم فتلاقي ان في سهولة في الاختراق بنتاع فريق الستي فريق الستي اللي طبعا شايف ان الليندلوف بيلعب في غير مكانه فبالتالي هو نقطة الضعف واول ما انت بدلت ايفنز وروحت جايب كان بقول له الناحية التانية لقيت على طول دي بروين وفودين قال لك ايه حقا بيوزعوا عيش الناحية التانية بيوزعوا لاحمة الناحية التانية سيبك من ناحية دي خلاص المنفذ اللي هنا قفله فنروح الناحية التانية سيبك من دلو بتلاقي ان عدم شراسة في الضغط بتاع بتاع لعبي اليونيتد ان احنا مستنيين نشوف الكرة هتروح فين وبعد كده نتحرك وراها وحتى رد الفعل بتاع اللعيبة بطيء فبالتالي تلاقي ان فريق السيتي قادر ان هو يعمل عليك جيم كويس جدا في البداية كان راشفورد بيتراجع مع الاندلوف ولكن اللي هو انا بتراجع اه بس فيه دي بروين وفيه فودين وفيه وولكر وفيه رودري بيميل هنا وفيه ليلة ساعتك وما فيش اي ضغط على اللعيبة دي طيب روح عامل ايه ايريك تنهاج قال لك اود النحاء التانية يا جارناتشو جارناتشو سريع والمفروض ان هو حيضغط ويقدر يجري ما بين رودري ما بين يقدر يجري ما بين وولكر ما بين دي بروين والكلام ده كله فيعمل حاجة بديلا من راشفورد اللي بتراجع فقط لغير ويروح واقف معه لاندلوف لين ان جارناتشو الراجل ده بيتسحل لنص الملعب وبيجري وراء كانجي وملهوش دعوة بالمكان ده وبتلاقيهم اثنين على واحد فودن ودبروينة على ليندلوف اللي ليندلوف واحد بس كان يكفيه يعني هو انا عارف ان انت حتقول وليندلوف وفيه وفي الزمان لكن شوف شوف الشيطة عندك الشيطة عندك واقع فما تجيش تقول لي هو لاعب واقع وبيلعب في غير مكان والسيستم كل واقع فانت منتظر منه اظهر ايه يعني انت النهاردة ما كانش عندك غير اربعة بس فنظري هما اللي لعبوا المباراة دي دلوف فران نوعا ما ايبنز لحد لما طلع ومن قبلهم انانا بس فتلاقي ان انت عندك دي مشكلة طيب ايه بقى النقطة التانية النقطة التانية توطر الستي اللي انت كنت مستفيد منه الكرة اللي كانت بتضيق من الستي دي دي ما تضيقش في اي مباراة تانية لو المباراة مش عادية لكن انت بتلعب في ديربي الديربي بتاع المدينة والفريق اللي اصادك على الرغم انه هو اللي مضغوط وهو اللي مش عارف ايه وهو المتراجع هو المتقدم بهدف اللي جابه راشفورد جميل فهم متوترين ومضغوطين فبالتالي عندهم حيط التوتر دي مخلي اللمسة زايدة جريمة بصراحة يعني روح بص الهدف بتاع الستي الاول راشفورد مواجه للمرمة معاه الكورة يا عم مش هاعتبره اخر مدافع اللي هو والكر فيه مدافعين كانوا بيجروا النحية التانية وعلى الرغم انه هم وراهم كانوا ممكن يلحقوا ماشي وبيحصل اللمسة اللي حصلت ما بين والكر ما بين راشفورد مش مقصودة يا حبيبي والله في الدوري ده راجع في السنة دي راجع هتلاقيها اللعب خد فيها طرد وهي مش مقصودة انا واحد قدامي الكورة قامش في سيطرتي لكن ما العبالي مين الاقرب للكورة هو راشفورد هو اللي حيلحق الكورة الاول فلما يحصل كونتاكت زي كده على الاقل انا تحسب فاول انا مش طالب اكتر من كده مش طالب ان انت لا تحسب طرد ولا انذار الوركر بس هو فيه فاول منعتني من ناصل للكورة تترد بهدف قال هدف فيه تأخر من لندولوف ان هو يتحرك مع فودن وان احنا نسيبه ويسدد وخلافه انا معاك كل ده لكن هل توقف الحكم هنا لا تلاقي ان فيه التحام عادي ما بين جرنطشو ما بين اكي الكورة ما بيستطرش عليها اكي وبتطلع ضرب بتطلع اوت بتحسب فاول لأكي مع اني ده كان بيحصل الشوط الاول معاك انت لما بتيجي في الهجمات المرتدة ما فيش اي حاجة بتحسب طيب سيبك تيجي كورة وراها تانية اكي التحام ما بينه ما بين اونانا مش الالتحام اللي اونانا شد فيه اتشيرت وزعق وكان ممكن يلبس انذار من الحكم لا ده ورا ورا الفاول ده بعدها على الطول فيه التحام ما بين اونانا ما بين اكي داخل منطقة الستة عشان فيه ركنية الحكم بيروح يكلم اونانا معلش والله اصلي اونانا المفروض ما يكونش متواجد هنا فلازم انا اروح اكلمه اقوله بتحتك باكل هو مين اللي المفترض يكون متواجد في خط الستة مين اللي جاي في غير مكانه ورايح يحتك بالحارس واكلمه ده منطقة الحارس تخيل ان الحكم ده ذات نفسه لما اونانا وقع ولما لقى الضغط بتاع الستة فهو وقع هو ما فيه حاجة حكم مسكوا الكورة لعب السيتي بيكلمو بيقال اللي هو اعمل لكو ايه ده الحارس والله لو مش الحارس كنا ماشينا المباراة ولو ينفع لو فيه صغرة القانون ان انا ماشي المباراة والحارس واقع في الارض امشيها على طول يا سيدي انا كواحد مشجع لمنشستر رونيتد ابتد حماسي ايه ابتديت صحبة من اللي بيحصل على ارضية الملعب من الحكم فمن بالك باللي بيلعبوا مش معنى كده اني لا انا كنت شايف ان الهدف جاي لمحالة بالنسبة للسيتي لان احنا وحشين اللعيبة مبتتغطش اللعيبة بيروحوا 3 ا4 على لعب واحد اللي هو بيباصي الكورة عادي وبيتضربوا 3 ا4 عادي يعني مفيش اي مشاكل يا دوب دفاعك وحرسك هم اللي كانوا قادرين يشيلوك شوية الرباع اللي انا كلمتك عليهم فاللي هم انت جاي بتكمل علي بتحبطني وبعدين دخل الهدف خلاص بقى بالنسبة اللي نيت انتهت المباراة بالنسبة اللي لعب اللي نيت خلاص انهارنا العبوا براحتكم يا جماعة اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه احنا مش موجودين احنا لو حطينا مع فرضية الملعب كان اعتقد ان هو هيكون اصعب على الست ان هم يسجلوا فيك اهداف من المنظر ده عشان تيجي النهاية بعد الهدف التاني تيجي لك النهاية اللي تثبت لك ان الفريق ده ذهنيا منهار الفريق ده ذهنيا منهار ليه لان تلاقي البساط ومن قبل حتى الهدف التالت عشان ما بتقول مرابط ولا انت جاي تحمل مرابط انا مش جاي احمل مرابط انا بتكلم عن الكل البساط ما بين اللعب اللي هو بساط يا جماعة انتو انتو متأكدين ان انتو لعبي كرة قدم بتباصي كرات ما بينها ما بين بعض بشكل جيد تشليح داخل ارضية الملعب من بدري من بداية المباراة تشليح المفترض هقول لك حاجة المفترض انت هتقول للمدرب هقول لك خطة المدرب ان احنا لما هنبقى متراجعين للخلف او لما تطلع بكورة برا وتكون معانا ضربة مرمى او لما توصل للحارس او ان احنا نقطعها من احنا متراجعين للخلف ان انا حلعب على المساحة حرم الكورة في مساحة انت بتخيل ان الجناحين بتوعك ما بيجروش اصلا يعني لما بناخد الكورة لهم مدافعين معاك ولا هم بيجروا لما انت بتاخد الكورة ان هم يجرولك في المساحة عشان ايه تلاقيب الكورة الطويلة من اونانا زي ما تلاعبت لبرونو فرناندس في الهدف الاول وتاخدها وتحاول تعمل بها حاجة شوف دفاع السيتي لما بتبقى الكورة معاك ازاي بيضغط عليك بشكل شارس ومباشر اللعب القريب منك ليه عشان يغلط ليه عشان ترجع للخلف ارجع يا ابني الخلف بالكورة دي شوية ابعد عن المنطقة وخطرة بتاعتي بسم الله علينا لا احنا نضغط احنا اعلم ان احنا نضغط اصلا احنا اعلم ان احنا نعمل اي حاجة مكتوم منين الشوط الاول قاعد كله بيشاور على رودري مين مع ده يا حبيبي انت اللي مع ده اصلا انت اللي ماسك رودري انت شغال بتشاور مين مع ده وما انت بتعمل مين ولا مؤخذة اللي عيبة كلها بلا استثناء الا هم الرباع اللي فعلا بقول لك قد اداء قوي جدا شايفوا دلو بران ايفنز ومن قبل اونانا مفيش عندهم اخطاء يا اما ما بيدفعش كويس يا اما ما يتراجعش بالشكل الكافي يا اما يروح مثلا واحد لو حب ربنا كرم من الجناحين هو يدفع يروح يقف جنب الزهير اللي هو بقين احنا اثنين على واحد فالراجل اللي معاك كورة سواء فودن ولا حاجة يديها لدبرين خد يا عم دبرين انت معاكش حد وتمام وميت فول ومحد بشير نحيط من لعبتنا فانت متخيل السوق اللي انت كنت عليه طبعا ده لا يعفل مدرب ولكن انت لاعب بتلعب في منشستر يونيتد انت لاعب زو خبرة انت لاعب المفروض يعني في حاجات انت مش محتاج فيها المدرب زي الاساسيات انت مش موجودة عندك انت بيظهر ضعفك النهاردة النهاردة هقول لك حاجة السيتي لو اصار فريق اخر شرس دفاعيا سيضغط على لعب السيتي وياخد منهم الكرة وده اللي عمله على فكرة تشيلسي ده اللي عمله تشيلسي لو رحت رجعت مطش الواحد واحد هتلاقي تشيلسي هو ده اللي كان بيعمله بقطع منكم الكرة وبالعب على هجمات المرتدة على المساح امتى تعادل السيتي مع فريق تشيلسي لما تراجع تشيلسي اي نواش قدام بقينا كلنا بندفع هل من اول المباراة الاخرها كان في مباراة تشيلسي مفيش فرص للسيتي كان فيه فرص للسيتي ولكن موضوع الارتباك وموضوع التوتر ان انت متأخر حتى وانت احسن ده بيخلي القرارات بتاعت اللعيبة تبقى فيها سنة زيادة فبالتالي تضيع زي كورة هلند اللي ضاعت في حلق الجون بالنسبة للمباراة اليونيتد النهاردة لكن تشيلسي كان اشرص منك انت مكنتش عندك الشراسة الدفاعية دي لو انت عندك كنت هتقطع وتلعب في مساحات للسرعات اللي موجودة عندك اللي مكنتش بتجري اصلا وتبتدي تستغل الكلام ده انت تعمل هجمات خطرة على الستي الستي لو خاد الثاني في الثالث وتعالى بقى اتفرج على مباراة ليفربول لان انا متوقع ان مباراة ليفربول في المباراة القادمة للسيتي هيعمل فيها دا كلوب اه ممكن ميفوزش في النهاية لكن ده سيبقى مصدر الخطورة ظلامة انا مش قادر العب الند بالند لهذا الفريق ونيجي نمسك في النهاية في المدير الفني المدير الفني هو اللي بيشيل الليلة كلها في النهاية والمفترض ان هو زي ما انت بتشوف المباراة تقول لا ده ما يكمل وده ما يعمل والله اللعيب اللي موجودة عندك المفروض تمشي قبل المدير الفني يعني لو عندك ادارة كويسة تقول بس تعال شوف القائمة اللي لازم نجيب مدرب يجيبهم على دماغه لكن اللعيبة ما عنده الاتزام لعيبة بتفهم ان هو الخطة احنا بنترسه تمام ومت فل و14 عارف اللي بتضرب الوضع اهو بترمي الوضع كده واتقول لك مش عارف اهو بالضبط تحس ان المدرب رماهم كده وخلاص طيما ما هم مش هاملوا اكتر من كده مش هيعمل فهي مباراة اه يتحملها اللعيبة قبل المدرب يتحملها التحكيم قبل المدرب لكن ده ما يعفيش المدرب انه ما يتحملش السوق اللي ظهرنا عليه وفي النهاية الله يعني هو الواحد كان متوقع من هذه المباراة ما كان متوقع اكتر من كده يعني كان يتمنى ان نقدم مباراة ليغ باسم منشستر يونيت فقد لا غير وما اعتقدش ان ده حصل في المباراة دي فهرض لك للجميع وانا اتمنى ان القادم يكون افضل واتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو يعني او انت يعني اهو حزين زي ف يعني لايك اشترك في القناة شير تفرح بيه اخوك اي حاجة يعني اهو طب انت اسعدتني على الال وان شاء الله ربنا يسعدك يعني اقول لك طيب واتمنى اني اشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة